الثلوج تفضلية شكرا هاجر مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المحلي كما سبق وذكرت زميلة هاجر نستهل هذا الموعد الإخباري بالثلوج ومخلفات التقلبات الجوية الأخيرة حيث تسببت الثلوج التي لا تزال تطهطل على مرتفعات جبال جرجورا بولاية تيزيوزو في شلي العديد من الطرقية الوطنية الرابطة بين كل من ولاية تيزيوزو بجايا والبورا ما صعب على السكان التنقل على مستوى بلدية عين الحمام إلى غاية فج تيروردا ومن بلدية إبودرارن إلى غاية فج تيزي نيكولان ومغلق على مستوى منطقة السول ببلدية أبي يوسف إلى غاية شلاطة وعلى مستوى قريتين أبو غريس ومزقان ببلدية إيلو أمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى القضية التي هزت قلوب سكان مدينة تيسمسيلت حول وفاة طفلة بعمر سنتين بعد تلف كبدها وتأخر وزارة الصحة عن تسوية ملفها من أجل عملية زراعة كبد المزيد في سياق تقرير محمد غوليش لم تكن تعلم هذه النسوة المتضامنات في عيدهن مع الطفلة بشرى بأن روحها ستجر آخر نفس بعد ساعات قليلة وقد وصلنا حماية جبهة كتلك الجبهات الأخرى التي أعلنها إخوتهم في الشوارع لتحرق فتيلتها الأخيرة داخل هذه القاعة ندروا عيد المرأة وإحنا عنا مرأة تموت وره هذا العيد ندره فيه حناية هكذا حملت بشرى على أرجوحة الأطفال لقد رحلت وبقي الوعد الذي قطعه وزير الصحة سالما وربما تكون كثيرة هي الوعود ككثرة بشريات مستشفيات الجزائر عند آخر حفنة طراب ترق على قبرها ستسأل بشرى بأي حق وأتم الوعود وسيبقى رحلها نكسة يقرأها أطفال الجزائر على جباهكم أن التفتتم إنا لله وإنا إليه راجعون من وسط مقبرة اثنية الحد تسمسيلة محمد مناسي القناة إنا لله وإنا إليه راجعون وفي موضوع ضيصيلة بعد بث تلفزيون النهار قضية الطفل عبد الرؤوف من ولاية عنبا الذي يصارع الموت منذ قرابة شهرين بمستشفى البوني تدخل وزير الصحة عبد المالك بوضياف وقام تلجهات الوصية بالتكفل الكامل واللازم بالطفل الرضي عبد النصر قلال وشاهنة الزيزوي بعد نداء السيدة نفسة للتكفل وعلاج ابنها الرضي عبد الرؤوف المصاب بمرض خطير على مستوى الحنجرة إلى درجة خروج الدود منها تحرك وزير الصحة وتدخل المدير العام للمستشفيات الجامعية لولاية عنبا أعطى أوامر بنقل الرضي على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي حكيم ضربان المختص في أمراض الأنف والحنجرة والدة عبد الرؤوف وبعد نقله إلى مصلحة أمراض الأنف والحنجرة هي الآن تطلب من الطاقم الطبي التكفل بابنها الذي يوجد في حالة حرجة يا عبد الملك بوضياف أرواح تشوف أنت أرواح أشرف أنت على الطفل هذا أراه ولدك حطوا ولدك يا عبد الملك بوضياف مع كل احترام يديك سيد الوزير الطفل مزلوا يلعبوا به والله ما يخرج على نتيجة كبيرة صحيحة العائلة الفنية من جهتها لبت النداء وهي مستعدة لإحياء حفل فني تعود مداخله لعبد الرؤوف قفلت خاوة في كل مكان فنانين هادموا وليما زالوا نقولوا بالليرانا مستعدين الروحوا لعنابة نديروا حفل والمداخلت الحفل هادك يروحوا للبيبي هادك عبد الرؤوف غادرنا السيدان فيسا وكلنا أملا تجد التفاتة طبية تتلج قلبها وتنهي معاناة أثقلت كاهلها نتمنى أن الوعود ستتحقق هذه المرة إن شاء الله ونتمنى له شفاء العجل إلى موضوع آخر يعد برج ماركو ببلدية شحان ولاية الطرف من أكبر سجون بالقاعدة الشرقية لثورة التحرير الكبرى المخلدة لبطولات الجزائريين إلا أن هذا الأخير يعاني من الإهمال والتسييب محمد بن كموخ وحميد عودي برج ماركو تسمية الله تعود إلى منتجع سياحي وفندق فاخر إنما أكبر سج بالمنطقة الشرقية ببلدية شحان بولاية الطرف جعله الاستعمار الفرنسي نموذجا لأسهل به لا إنسانية في تعظيب الجزائريين مركز مركزي الدولة عليزه أنه قضاء قولي وبلع قبط العبر هذا اللي يجيبوه اللي يجيبوه من هنا يجيبوه يعذبوه ينكلوه ينكلو به ويقتلوه عذبوا ناس يعذبوهم بالماء والكهرباء ويجيبوه يشرف على الموت يدوهم السجن يعد أكبر سجن بالقاعدة الشرقية لثورة التحرير الكبرى نزلت شواهد حاضرة تستنطق صفحات دموية للاستعمار الفرنسي أنا كمواطن وتربيت هنا وتراعي على هنا وكبرت هنا من بك أن يسمعوا بيه هذا عنده اسمي خوف نتمنى ونحن نتمنى برب إن شاء الله في المستقبل أنه من السلطة الواصية يديروا التفاتة على قلبه ولينا هذا في المستقبل نسألها معلم تاريخي المعلام التاريخي بدأت تتلشى ملمح بفعل الإهمال وتسيب فبادأت جدرانه تتهاوى في عوض أن يكون هذا الأذر التاريخي مدحف يحفظ شواهد الثورة وبطولات الجزائريين ختام الموعد المحلي شكرا لكم على طيبية المتابعة والإصغاء أعود إليك يا هاجر رزيلا شكرا لك يا مجد